بداية كده مليون مبروك للنادي الاهلي الفوز الصعب اليوم على المريخ السوداني بسلسية مقابل هدفين في مباراة مؤجلة من الجولة الاولى من دور المجموعات بدورة ابطال افريقيا مليون مبروك ايوة مليون مبروك فوز مهم فوز مهم جدا الثلاث نقاط هي اهم شيء اهم من كل الكلام اللي هنقوله بعد كده طبعا الاهلي لازم ياخد الفوز النهاردة او ياخد الثلاث النقاط من الفوز النهاردة وده كان بالنسبة لنا هو الاهم عشان كده مليون مبروك للنادي الاهلي جهاز فني ولعبين اداء كان من المفترض يكون افضل من كده او المباراة اتسهلت بشكل كبير جدا فاكرين هبدألكم بس من الاول من مباراة الهلال السوداني في السودان وانا بقول الجملة دي النادي الاهلي حامل لقب دورة ابطال افريقيا المسيمين متتاليين الفريق اللي واخد برونزيت كاس العالم للاندية لمسيمين متتاليين لما ينزل قدام اي منافس يبقى وحش يبقى فريق لا يقهر يبقى فريق محد الشعر في لعبه النادي الاهلي الان وهو عنده تشكيلة اساسية رائعة وتشكيلة من البدلاء رائعة مش من المفترض اي منافس بتعبيراتنا يعني صغير او كبير يقف قدامه في الكارة ليه انت داخل بسكة النادي الاهلي انا كده كده تاريخيا انا اهم فريق في الكارة في الحاضر انا اهم فريق في الكارة فانت ما عندكش اي ضغوط واحد اتنين انت عندك تشكيلة تقدر تعمل ده من اللاعبين اكيد انت لعبتك افضل من لعبت الهلال السوداني مع كامل الاحترام اكيد لعبتك افضل من لعبت سانداونز مع كامل الاحترام اكيد لعبتك وجهازك الفني افضل من لعب المريخ والجهاز الفني مع كامل الاحترام دي كورة ملاش عراقة بتقليل بخصوم او بالمنافسين بس دي كورة لكن الاهلي بيتعادل مع الهلال السوداني في المباراة كانت سهلة في السودان في غياب الجماهير هذه نقطتين خسرهم من نادي الأهلي دون داعش خسارة مفاجأة قدام ساندونز على ملعبك وسط جماهيرة في الكاهرة خسارة ثلاث نقاط جديدة النهاردة قدام المريخ اللي هو من المفترض المفروض أسهل منافس في هذه المجموعة أيضاً الأهلي كاد أن يهدر النقاط لولا توفيق وحماس اللاعبين وجودتهم خبرات يعني في الآخر ما ينفعش طيب ليه أنا داخل النهاردة وأنا مش مبسوط أو أنا عندي تحفظات أنا وغير كتير من المتابعين أو اللي شافوا الأهل النهاردة عشان لو أنا النهاردة دخلت وقلت لك الأهلي كان عظيم الأهلي كان رائع لازم تقول لنفسك آه ده عشان الأهلي بيكسب بيقولوا عليه حلو لما الأهلي يخسر هيقولوا عليه وحش إحنا ما بنحللش نتيجة إحنا نحلل أداء النهاردة مش النهاردة بس في مبارات كثيرة أخرى الأهلي عنده مشكلة في الضغط على المنافس اللي معاك كرة بيعرف يتناقلها بسهولة النهاردة المريخ يتناقل الكرة بمنتهى السهولة بيسدد كرات من على حدود منطية الجزاء دون أي ضغط من لعيب النادي الأهلي النهاردة المريخ السوداني بيواجه أخطاء دفاعية متكررة من النادي الأهلي في كرات سهلة جدا ففي مشكلة في مشكلة في الضغط دي ما لهاش علاقة بالمناسبة بطريقة اللعب اللي هجيلك عندها بعد شوية ما لهاش علاقة بتشكلة اللعبين اللي النهاردة تشكلة النادي الأهلي تقترب من المثالية باستثناء ربيع الورقة اللي ما كانش بتشارك كتير كل اللعبين تقريبا أساسيين وكل اللعبين مهمين فتشكلة النادي الأهلي النهاردة أقرب للمثالية يعني أنت ما عندكش غيابات يعني أنت ما عندكش أزمات يعني أنت ما عندكش أي حاجة ما تخلكش تعمل أداء كويس دون صغرات أو على الأقل دون عدد كبير من الصغرات عشان ما فيش فرقة ما عنده الصغرات النهاردة الأهلي كان عنده مشاكل كبيرة جدا النهاردة المسلمين يتحدث فقط عن التلت الأخير من الملعب التلت الهجومي وأنه فيه إضاءة سهلة للفرص بس أنت كمان المنافسين دلوقتي بقوا يضيعهم عليك أو يضيعهم قدامك فرص سهلة فأنت كده عندك مشكلة يعني أنت عندك مشكلة دفاعية وعندك مشكلة هجومية ورغم كده أنت في مباراة كتيرة كان ممكن تسهل على نفسك في مباراة سانداؤنز كان ممكن تسهل على نفسك مباراة الهلال هناك كان ممكن تسهل على نفسك النهاردة انت كسبان 2-0 تسهل المباراة تماما على نفسك في حاجة غلط وبالمناسبة فيما يخص طريقة اللعب انا باحترم المدرب اللي عنده مرونة تكتيكية يعني تكتيكية مرونة تكتيكية عشان اقصد بيها انك تجي في مرة تقول هلعب 4-2-3-1 لا انا عايز المباراة دي ألعب 4-3-3 لا انا بقى موسيمان يحب ألعب 3-4-3 ده كلام محترم بس مش على مسافات متقربة جدا بمعنى ايه ما ينفعش المباراة دي تلعبها 4-2-3-1 المباراة اللي قابلها 4-3-3 المباراة اللي قابلها 3-4-3 هتقول لي لا ما هو ما فيش حاجة اسمها لعيب الكورة ما يعرفش يتأقلم مع اي طريقة معاك انا من اكتر الناس اللي بيقولوا كده انا ضد فكرة انه تسبت اللعيب تقول اصلا مش حافظ غير 4-2-3-1 مش حافظ غير 3-5-2 جمل لا انا معاك لعيب الكورة ينفع يتحرك في اي مركز ويلفع يتعامل مع اي مركز بس مش في مسافات مسافات متقربة كده مش كل مباراة بمعنى ايه بمعنى ان حراكو بتفرجع على ليفربول فرقة بتلعب 4-3-3 كل المباراة كل المباراة بس ممكن يجي يورجل كلام مثلا فمراه يقول لك انا هلعب 4-4-2-3 مثلا مثلا انتونيو كنت مثلا مع كل الفرقة بيلعب بيلعب معاها يلعب دايما 3-4-3 بس ما فيش مانع لو غير الخطة لـ 3-5-2 في بعض المباراة القليلة مباراة كبيرة وعايز يرسم فيها رسم تكتيك معين لكن ما ينفعش كل مباراة غير طريقة لعب هتقول لي يا سلام ما انت كده متراكم مع نفسك انت مش بتقول ان اللعيبة المفروض تتعامل مع اي طريقة طبعا بس هديك حاجة فنية شوية ووركز معي النهاردة ادوار عمر السلية وقاليو ديانج تختلف تختلف لو معاهم حمد فتحي 3-3 شو بقى اتنين لعيبة بس هو ادوارهم هتختلف تماما في الضغط طب هو دلوقتي عمر السلية رايح يضغط ناحية الشمال حمد قاليو ديانج رايح يضغط على اليمين حمد فتحي بيرجع مع الاتنين السنتر باكس واللي ورا طيب لو ما فيش حمد فتحي طيب ما وكده لازم بقى عمر السلية بقى موجودة عند قوسة 18 شوية قاليو ديانج بقى عند قوسة 18 شوية عشان بيبقى فيه تصويبات من خارج المنطقة لعيب الوسط يبقوا موجودين انت ليه النهاردة ما حستش في التصويبات اللي كان بتحسن من المنريخ السناني في المباراة بقى عمر السلية وقاليو ديانج بيخلصوا الكورة عشان لهم ادوار تشبه ادوارهم لما بيلعبوا 3 بس هما في حيات الامر انه هادا ملعبوش 3 في نص الملعب تفاصيل بقى محمد هاني يتقدم امتى في طريق التلاتة وما يتقدمش امتى في طريق اربعة الكمان اربعة تلاتة تلاتة اربعة تلاتة اربعة تلاتة واحد وطريق التلاتة اربعة تلاتة كل دي ادوار متشابكة جدا سيبني الاول اشرب طريقة احفظها حفظ تام بعد كده غير معايا كل سبع تمن تسع عشر مباراة قل لي لا النهاردة عايز اربعة مش هتعامل شوية معايا لكن مش مباراة كل مباراة بطريقة لعب طيب هل ده معناه ان المسيماني لا قدر الله لا قدر الله مدرب غير جيد لا طبعا مدرب كبير جدا جدا بس دي نقط لازم يتحملها المدرب زي ما بيتحملها اللاعبين ده واحد اتنين حمدي فاتح النهاردة كان من المفترض يبدأ المباراة قال ان عنده اصابة عضلية فدخل قال يو دينج مكانه جنب عمر السلية فجأة لقين حمدي فاتحي مبدايا على الدك ما طلعش خالص يعني هو مش المفترض ان هو مصعب طيب خلس الشوت الاول وكان فيه اخطاء واضحة جدا في وسط ملعب النادي المسافة بين لعبي الوسط لعبي الوسط وخاط الدفاع فيه مسافة وبالتالي لعبي المريك لو بيلعبه في المسافة دا فبيقدروا يسددوا من خارج المنطقة او حتى يعملوا التمريرات حاسمة من خارج المنطقة فانت كنت محتاج حمدي فاتحي يبدأ الشوت التاني وقت ما كان الاهل متقدب 2-1 والدليل انه الاهل لما تقدم مرة اخر بعد ما تعادل 2-2 وتقدم 3-2 كان اول تغيير المسلماني حمدي فاتحي طيب لو حمدي فاتحي جاهز اصلا ليه؟ لا ما شاركش في اول المباراة وما شاركش ليه؟ بين الشوتين دا سؤال السؤال الاهم اللي شغلني وشغل حضراتكم جميعا حسام حسن حسام حسن ليه شارك اخر دي طيب هتيجي تقول لي انت مالك دا مدير فني هو اللي اختار لعبته وهو اللي شوف مين يلعب ومين ما يلعبش طبعا على فكرة لو المسلماني طلع قال حسام حسن لعب لا يصلح انا مش عايزه في الفرقة او انا مش هستخدمه خالص حقه حقه شايف ان حسام حسن لعب ما بيتناسبش مع طريقة لعب رغم انه هو اللي اختاره بس فرضا اللعب حقه تماما يقول ان اللعيب دا مش هستخدمه انا مش هشارك لعيب عشان مجالب بس ان هو موجود معايا وانا مش عارف هستخدمه حقه بس ايه كل مباراة ينزل اخر دقيقة ما هو برضو انت بتتعامل مع بنا ادم البنا ادم دا له نفسية وله امور معنوية وهو زكي مسلماني على فكرة في التعامل مع نوان ونفسية مثلا شفت دا مع محمد شريف شفت دا مع محمد مجد يقفش شفت حتى مع حسين الشحاية وطهر محمد طهر مع كل الضغوطات هو دايما بيشاركهم ودايما بيخليهم العب ودايما بيحط سكته فيهم اش معنى حسام حسن مسيماني لا يتعامل معه نفسيا ومعنويا سؤال غريب وبعدين في جملة شهيرة قوي بتتقال اللي هو ايه اصل حسام حسن مهاجم صندوق مش بطريقة لعبه مسيماني اللي عايز مهاجمين يسقاته من تحت زي محمد شريف وبيرستاو دي اجزوبة كبيرة جدا جدا ان حسام حسن اصلا مش مهاجم صندوق حسام حسن بيلعب زي شريف وبيلعب زي بيرستاو بيعرف يتحرك من تحت والدليل انه لو انت افتكرته السنة اللي فات الهدف اللي سجيله حسام حسن في الاهلي والزمال كان جاي من نص الملعب تقريبا وكان بياخد خطوات سريعة وطولية في الملعب وبيعرف يشتغل بالشكل ده هو مش مهاجم السندوق التقليدي فيه مشكلة يعني فيه مشكلة ما عرفش ايه سببها لمسلماني مع حسام حسن بس احنا منتكلم فيه بنا قدم من لحم ودم طبيعا هيتأثر جدا معنويا خاصة وانت بتتكلم في لعيب هو شايف نفسه هو فعلا كده مهاجم كبير وديف على ده بقى ايه ان انت بتتكلم على حسام حسن اللي كان من سنة بيلعب في سموحه ركز معايا بقى ان حسام حسن كان من سنة بيلعب في سموحه واللي بيلعب مكانه دلوقتي في سموحه هو مروان حمدي اللي موجود في منتخم مصر اللي اختاله كالوس كيروش وكان بيشارك في مباليات في كاسة الوام الأفريقية والبطولة العربية يعني حسام حسن اللي نفسه رجله تلمس أرض الملعب مع النادي الأهلي اللي هو راح النادي الأهلي وهو متصور انه هيقرب من المنتخم من النادي الأهلي المهاجم الآخر اللي موجود في سموحه دلوقتي هو اللي موجود في منتخم مصر وهو مش عارف ياخد فرصة فانت متخيل كميد الدغوطات اللي على واحد زي حسام حسن ومسيماني لا يتعامل مع هذه الدغوطات ده سؤال